اختتمت شؤون الجنسية والجوازات بالتعاون مع مؤسسة سنغفورة للتعاون التابعة لحكومة جمهورية سنغفورة دورة التطوير الإداري وإعادة هندسة الإجراءات بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية نعم تأتي هذه الدورة في إطار جهود وزارة الداخلية للارتقاء بالمهام والإجراءات الإدارية لدى مختلف الإدارات الوزارة من خلال توظيف التكنولوجيا للارتقاء بمخرجة التدريب وعملية التطوير المستمرة استجابة للتغيرات الدائمة في مجال تقنية المعلومات تأكيدا على الرئية الملكية الريادية وتطلعات الحكومة الموقرة بمواصلة التقدم والارتقاء بالأداء الحكومي في مملكة البحرين من خلال تقديم خدمات حكومية متطورة وميسرة للمواطنين والمقيمين والزوار تأتي دورة التطوير الإداري وإعادة هندسة الإجراءات التي نلضمتها شؤون الجنسية والجوازات لمختلف الإدارات في وزارة الداخلية عبر توظيف الابتكار والإبداع ورسم المسارات الواضحة لتطوير العمل الإداري والإجرائي دورة إعادة هندسة العمليات والتي تمت بالتعاون مع سنقفورة من خلال شركة سنقفورة Cooperation Enterprise والتي حدف منها أنها تطوير الأداء والمهارات في وزارة الداخلية من خلال إعادة عملية الهندسة وكذلك الطلاع على الخبرات السنقفورية في مجال التطوير والتحول الإلكتروني والحمد لله دورة ناجحة بجميع المقاييس وإن شاء الله نتعاون من إياهم في المستقبل وتكون هناك زيارة متبادلة بيننا وبين سنقفورة للطلاع على التجارب الناجحة والاستفادة منها في مملكة البحرين ووزارة الداخلية تم تصميم برنامج الدورة من خلال دراسة وتحليل الاحتياجات التدريبية الفعلية والتي تم اختيارها بطريقة علمية وممنهجة بهدف حصول المشاركين على أفضل العوائل المعرفية والعلمية التي تمكنهم من تحقيق الاهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية طبعا كان هاي الأسبوع جدا ملهم ومميز اشتغلنا فيه مع ذوي الخبرة والاختصاص في هالمجال من جمهورية سنقفورة الصديقة والتي تعدد تجربة السنقفورية من أبرز التجارب الناجحة على مستوى العالم الدورة كان لها الأثر الكبير في توسيع مداركنا وقدرتنا كمسؤولين لتقبل التغيير للأفضل والسعي له طبعا وهذا الشيء في الأخير راح ينعكس بشكل إيجابي على أدائنا الإداري وإنتاجية العاملين في الإدارات اللي نشتغل فيها فيها تعادة إجراءات هندسة العمليات وكيف نحن نطبقها عمليا عندنا في الإدارة وفي الجهات الإدارية المختلفة من حيث نحن طلعنا على التجربة السنقفورية وكيف نحولها وكل التحديات اللي عندهم إلى فرص يقدروا من خلالها أنهم يحسنون من مستوى الخدمات المقدمة عندهم هذا وتواصل وزارة الداخلية تنفيذا لتعليمات معالي وزير الداخلية بتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الكفيلة بمواكبة المتطلبات المستقبلية المرتبطة بتوظيف الرقمنة لتحقيق التطلعات نحو الارتقاء بالأداء المؤسسي في إطار تنفيذ الخطط والبرامج المستمرة لنشر ثقافة التميز بهدف تحصين نظم الجودة والرقابة وبالتالي تحصين الأداء المؤسسي في ضوء تقديم خدمات حكومية متطورة في مستوى عال من الكفاءة والجودة والتميز تأتي دورة التطوير الإداري وإعادة هندسة الإجراءات ضمن جهود شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مؤكبة لتطوير العمل الإداري والإجرائي ولتحصين الأداء المؤسسي في مملكة البحرين خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة